اشتركوا في القناة قل في مناقصة في حل موضوع الكهرباء ولكن كان هناك تلك رفض من الحكومة نتحدث عن بؤرة فساد بقعة فساد كبيرة جدا تكبد الخزينة العامة إلى اليوم 750 مليون دولار وإلا تساؤلنا ومثلما تساءل الأستاذ صالح لماذا يرفض أن تطرح مثل هذه المواضيع ضمن المناقصات ويتقدم الكل طالما أن ذلك فيه مصلحة للناس بدل التعامل الاستثنائي كله استثنائي وبأمر مباشر وبأمر تكليف وهذا حديث اليوم كان بالمعلومات أنما كان هناك الناس يتداولون أنه تمت فساد في الموضوع اليوم طرح صالح فريدة السريمة بالمعلومات الموانئ ولكن قبل الموانئ ستستمر في طريق القضاء ضد هذه الحكومة ورئيسها حتى إذا سحبوا الاتهام طبيعة الحال طبيعة الحال هو مدام اختار المنازلة في ساحة القضاء وهو من أروع ما يكون من أروع ما يكون يجب أن نسير فيها بالمناسبة حتى هم عندما عملوا التصريح الأول مصدر مسؤول وشتم فيه وابتزازي وغيره من الكلام كثير سيئ نتيجة للعلاقة القديمة ولصداقة أعرفه جيدا لسنوات طويلة أكلت في بيته وأكل في بيتي وخذلنا جميع خذر الشعب اليمن ما تصورت أن هذا هي الشخصية بجد بجد حاجة مؤلمة مؤسفة لكن حتى بعد ما شتم خذلك لأنه لموافق على المشروع لا والله أخذني بشكل عام بشكل كامل وحتى أنه طلبت مقابلة مرتين ثلاثة ورفضت لأشتكي بصخر الوجيه وموزي الكاربة لأنه كنت أعتقد أنه هو مش على علم هكذا بحكم أنه كنت يعطي له صورة أخرى أو هو يعطي عن نفسه صورة أخرى ورفضت استقربت ومرة ثانية ورفضت فشعرت بعد أنه هو وراء هذه المافيا يعني أنه هو رئيسها ولا يريد أن يواجه حتى لا يكتشف أنه على كله هو أكتشف نفسه الآن قال أنا أرفض وأنا رفض فأقول لك سيد السمر أيوة طبعا حسن فهو حتى عندما عمل هذا البلاغ الصحفي أو في البداية يعني وسط وشتم تقضيت لهذا العيش والملح وهذه العلاقة الغديمة ما بيجوز يعني خلاص تقاهلته بعد المؤتمر الصحفي عمل ثاني يوم كمان نفس الحكاية وتقاهلته إلى أن قد مضوع النيابة إلى أنه راح يشتكي وبرغم أنه هو ليجب أن يكون يعني يحقق معاه هو المسائل هو المسؤول في الدولة أنا مش مسؤول ستستمر حتى إذا سعبت الحق بطبيعة الحالة الآن هو أختار المنازلة طيب أمام القضاء وأمام التلفزيون ويتحمل يعني نتيجة ما أعرض تشلنا كل المسندات أنت تشترك هو أمور كثيرة سنتركها سنقدمها للنيابة العام ما تبقى من الوقت ما قاله عن موضوع الموانئ وتحديداً ميناء عدن نتابع دولة رئيس المزرع نحن طبعاً سنطيها الميناء ميناء الحاوية في عدن تعارف ميناء الحاوية في عدن ميناء مهم عدن كميناء مهم جداً يعني تبعد عن المسار البحري لماذا لم يعمل حتى الآن بعد المشكلة التي كانت فيما يخص الإمارات لا الآن هو يعمل بس يعمل ببتائر بطيعة لكن ما هو هذا السؤال ليش البطء يعني لأنه نشتيد إدارة عالمية يعني إدارة خبرات عالمية تجي تساعد نحن يعني قبل الفترة وصلت مثلاً باخرة تحمل الفين وخمسمائة الفين ومئتين وخمسين حاوية ليش ضحكت سيد صالح لما ذكر الفين أو ذكر ويتباهى ب الفين ومئتين وخمسين حاوية برغم أننا نحن في يعني عرضنا الأول في الميناء شركة الكويت يعني طيب بس أعطيك خبر يعني وحتى مواني دبي كانت يعني أعطيك خبر سيد صالح أنه طفوا الكهرباء في المحويت أيضاً الآن مراسلين يبلغونا في الأماكن التي بتطفئها الكهرباء والله يحاكمهم بجد وعلى رئيس الجمهورية وعلى الدول الضامنة اللي جابتهم بجد عليها أن تقيلهم لأن هذه هؤلاء معرقلين معرقلين للحكم الرشيد معرقلين لتطوير معيشة الناس وتحسين معيشة الناس بهذه الطريقة التي هم يعني يعملوا بها وعلى الدول يعني الضامنة وعلى رئيس الجمهوري وعلى الشعب اليمني يا أخي يعني أن يخرج رئيس وزراء لم يقدم براءة الذمة حتى الآن هذه أمور كبيرة يعني وكثيرة وإذا حبيت الآن يعني طيب لا فقط خلاص نكتبين لألموان أكيد لا لا وهذه وهذه أيضاً أيضاً هذه هي أنا عندي عشرين حاجة يعني نقاط وكثيرة ومهمة 2500 حاوية بينما نحن كنا عرضين وحتى دبي في المناقصة الأولى التزام وبضمان بنكي بمليون حاوية نعم حديثة حديثة ومليون وخمسمية في بخرة حديثة حديثة كانوا راضي عن أداء راضي لأنه يعني في هناك أمور ولما سأله ليش الإبطاء يعني لو لاحظت ليش الإبطاء فالسوء قال في بخرة واحدة 2500 250 يعني بخرة واحدة طبعا هي بتكيب بواخر كثيرة يعني أو بسيطة لكن لن تصل إلى والله بكلاما نوراضي عن المناء قال احنا نعمل نوع طبيعي ولأنه ولأنه نحن نسعى الآن يعني نأتي نعمل مناقصة دولية ونأتي بشركات عالمية لماذا لم يعملها طيلة سنة ونصف أقول لك ليش لأنهم يسعوا وعندي الأدلة لإيتاء بشركات أخرى وبطريقة الأمر المباشر على قرار الكهرباء وعلى يعني لم يتعلموا دروس لم يتعلموا دروس من الفترة الماضية هما لحق بميناء عدد ويعملون وعندي الأدلة عليها يعني وسأقدمها يعني إن أحببت الليلة وهي والذمة المالية وإن لم يبغى معنا وقت لا ما فيش معنا وقت بس أنا أعطير الأوسق لام بس نعيد نعيد المشاهدين بما يتعلق بالميناء للأسف كنا اليوم معنا الميناء ولكن حديث دولة رئيس الوزراء مع القزيرة كان لابد أن نتوقف أكيد إنما أنت لديك معلومات على غرار الفوضى في الكهرباء بالضبط وبالأمر المباشر وعدم إنزال المناقصات بالضبط هناك تحضيرات هذا تمويه وإلا كان بإمكانهم أن يذهبوا من أول شهر السلم والميناء من قبل أربعة أشهر من شهر تسعة خمسة أشهر يا أخي وفي هناك تقارير موجودة في وزارة النقل من شركات متخصصة دولية بمنظومة ومرقعية المناقصات الدولية في تشهيد المباني أو في إدارة المباني موجودة كان بإمكانهم في خلال سبوع سبوعين أن ينقحوها وينزلوها مناقصتين كانوا يريدون لكنهم يريدون أن يستمروا بالفوضى لأن فيها نهب وفيها محاولات وتواصل نعم بلغة اقتصادية بشركات أخرى عدم إدخال المناقصات معناته هناك علامة تسئلة ويجب أن يسأل المواطن ويجب أن يسأل إنسان بطبيعة الحال إذا ما لا تخضع مثل هذه الأمور الكبيرة خاصة باقتصاد البلد بالضبع أنت تريد أن يكون بالأمر المباشر وهناك أيضا لماذا يمتقع عسين حتى الآن ما نزلوها طيلة هذه الفترة الخمسة لأشهر وماذا يعملون ومع من يتواصلون وما هي العقود اللي يوقعوها بالأمر المباشر نفسه على زي الكربة على زي الكربة وفي الموانئ وبالنسبة للموانئ عندي فضيحة جديدة هذه أكيد أكيد وقعت وسنخسر أيضا في الموانئ وسنخسر مش ملايين مليارات وسنعود إلى نفس ما كانت عليها الحالة السابقة مع موانئ دبي وأسوأ ببساطة الأمر المباشر فساد قمة الفساد قمة الفساد فيما إذا كان هناك شركات أخرى قادرة ومفروض أن تكون وتطرح في مناصات وليس مستعد هل تتورط الشركات هذه التي تقبل بالأمر المباشر هل هي جزء من فساد ولا يقول لك أنا أعطيتني عرضها أنا ما لي مالك هو 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 اللوم الكبير على الدولة أما الشركات هي شركات يعني استثمارية وثيارية فهي بتعرض عروضها وعلى الدولة أن ترى إن كان عندها وقت ومتسع من الوقت يعني لطرحها في مناقصة يعني عامة لتستفيد البلد بعروض أفضل وبشروط أفضل فعليها أن تعمل كذلك وإذا كانت الأمر مستعقل جدا وحالها يعني لا يستطيع الشخص أن يعني أن ينتظر ولا لفترة بسرعة عليها أن تفاوض وتفاوض بجدية وتفاوض بإخلاص وبمنتهى الشفافية وبمنتهى الصدق فيما إذا لم يكن هناك عندها متسع حتى أسبوع واحد طيب من الجهة أستاذ أصالح التي يجب أن توقف كلمة بالأمر المباشر وأن تعاد الأمور إلى التفاوض لا شوف هي هو في قانون يحدثني الآن عن حكومة ولا سألة في حد في قانون مناقصات ومزايدات هو يشرح متى يكون بالأمر المباشر متى يكون في الموانئ والكهربا ما ينطبق هذا الموضوع لا هو ينطبق في كل شيء ينطبق في كل شيء إنما في حالة الاستعقال متى أن يكون بالأمر المباشر متى أن يكون بمناقصة محصورة في عدة شركات مستثناء يعني في وقت قصير ومتى يكون عندما الوقت لازال متسع من الوقت حق شهر شهرين يعني ما هناك عجل تنزل في مناقصات عامة حتى أنه يعطى فرصة للكل ويكون هناك تنافس وتستفيد البلد بأحسن الشروط وبأحسن الأسعار إنما ربما الحكومة باسودور تستخدم الأمر المباشر في وقت ضيق ما في وقت ضيق يعني متاح للمناقصات ما في وقت ضيق الأمر متاح للمناقصات متاح للمناقصات وهي تسر على الأمر المباشر وهي تعمل تحت الطاولة للأمر المباشر لتفاجئ الناس في آخر لحظة بأن هذا في مصلحة البلد ودون ما تقول لهم ما هي المصلحة للتفاوض أو للأمر المباشر مع تلك الشركة قولي أخي أنا التواصلت مع هذه الشركة وتفاوضت معها بالأمر المباشر لأن هذه الشروط الذي أعطتها وهذه هي الفائدة الكبرى والتي لو تعخرنا شهر أو شهرين سيكون خسائرنا كذا كذا وبالتالي أي منافسة لن تقطي حتى هذا يعني الفارق الكبير هذا ما موضوع يعني يفترض للشعب اليمني من حقه أن يعرف كل التفاصيل طبيعة الحال حتى لأنه يقرأ كل يوم خبر أولا وزير النقل وقع معهم مش عاربين ثم يأتي في مجال ثاني وهم يسربوها حتى يهيئوا جو لقبولها هذه سيناريوها الشعب مسكين مش فاهم مش كما ما هو فاهم وحيطبلوا وحيعملوا عرص وزفة عندما يعلنوها وقد بدأوا يعلنوا حق الميناء المخاب أنها أحيلت يعني للوزراء بالنسبة لل يعني للإجراءات القانونية معنى هذا أنها خلاص على كل حال فيه أمور كثيرة إن كان عندك مستمع ما فيه جديد ما فيه جديد في الميناء حتى عندما أخذوا من دبي وطب وشركة أخرى لازمنا لن أخذ حقنا كشعب من ميناء عدم ولن يأخذ الشعب ولن يستفيد صدقني إلا في حالتين أو يجب أن تكون نحن أولا يجب أن يعلن فورا وكان يجب أن يعلن فورا مجلس أمنا للميناء لا تدير شوية موظفين ووزير النقل ويتخفزوا كان مفروض أن يكون مجلس موناء لأنه كان هكذا مجلس موناء أيام الإنجليز ولهذا حظي بالمرتبة الثانية في العالم ثاني ميناء في العالم ويأخي فيه هناك دراسة للدكتور أعتقد أحمد عبد الله القاضي اللي هو الآن أمين عام هيئة مكافحة الفساد له دراسة كبيرة وقدم قرعتها في المجلات قدم رؤية كاملة حتى يجب أن يوخذ بهالحوار الوطني في كيف أن تكون في واحد مواطن معجب بما قلته ولكنه يقول سريمة يواجه كل الوزراء ويتهم كل الوزراء ويبحث عن استثمار كيف ترد؟ فليكن وسنواجه كل الفسدة كان وزير أو غفير أو كان من كان لن يكون هناك استثمار صحيح ومنتج في ظل وزراء فاسدين صدقني هذه المنظومة فاسدة فبالتالي أي واحد يكتشف بأنه أنحرف في سلوكه يعني ضد المصلحة العامة وظهرت قليلا فمن حق كل واحد والغانون يلزمك ويلزمني ويلزم كل مواطن بأن يتقدم ببلاغ للنايب العام لكشف ذلك الفساد من ذلك الموظف الرسمي كان رئيس وزراء أو كان وزير أو غيره أما إذا سكت فهذه المنظومة ستستفحل ولسه جايين جيش التتار للفاسدين الجدد عادهم بدهم ينهبوا وعادهم إيش ملاحظاتك أبرز ملاحظاتك على أداء وعد والله للأسف أقول لك للأسف أنا قابلته مرة ومرتين يقال أنه حقق وشاب كنا نأمل بأنه واعد مثل اسمه وأظهر في أوقات معينة بعض الخطوات وإن كان لي تعليق عليها موضوع موانئ دبي وتسوية هي تسوية أيضا فاسدة وقد قالها وزير النقل السابق وجه رساله للباسندو وطلب مقابلته لبين الفساد هذه التسوية الجديدة اللي عملها صخر الوجيه هو وعد باذيب ورفض رئيس الوزراء تعالي تعالي معلومات كم دفعون المحامين اللي يخلصون والله حتى هذه هي مفسدة ناس خلي المحامين الوزراء استلموا فلوس يا أخي وزير يذهب يعني ليفاوض في موضوع يخص بلده واللي يستفيد يعني منه بلده ويعمل لنفسه مئات الملايين من الريالات وهو يستلم ما هي ما معقولة يا أخي هذا ممكن يأخذ حق الطائرة حق المعيشة هناك لكن أن يأخذ مقابل ومقابل تسوية تسوية يقول وزير النقل السابق وهو مطلع على الملفات ومطلع على كل الأخطاء يعني يقول إنها تسوية فاسدة من هو وزير النقل السابق أعتقد خالد الوزير ونشرها نشرها واتهم سندوها بالجهل وطلب مقابلته يعني الأجل يوضح لهذا ورفض يقابله حتى يعني بما معنى هذا يعني هناك أمور كثيرة يعني يجب الآن تلافيها ويجب مواجهة هؤلاء الوزراء فإن كانوا عن جهل يجب أن يعودوا إلى رشدهم وإن كانوا عن عدم معرفة يستفيدوا من الخبراء زي ما قلونا كانوا متعمد يقول لأحوال جريمة على كل حال هي جريمة يعني ثم أيضا بالنسبة لصخر الوجيه يا أخي وهذا الشيء الآخر وفي البرلمان عند استجوابه يأخذ يعني ما هي كوزير مالية ويأخذ مكافأته يعني كعضو في النائب بينما الدستور يحرم هذا والدستور يعتقد مادة 136 يقول لا يجوز أخذ واحدا لا يجوز يعني لأضو مجلس النواب إذا كان رئيس وزراء أو نائب رئيس وزراء أو أحد الوزراء أن يأخذ مكافأة مجلس النواب وستجواب في هذا فأي فساد يأخذ كل امتيازات مجلس وزراء هذا فساد وهو وزير مالية يعني وما ندريش عاد الطامة الكبرى اللي عادها يعني غير مرئية فهناك أمور بالنسبة لحق المواني يعني بأعتقد أنه يجب أن يفرد يعني توضيح أكثر للشعب حتى يتنبه حتى لا يفاجئوه بإعلانات مبهرجة زي ما كان يعمل لدبي وإنها ستغير يعني ميناء عدل يكون هونج كونج يكون مدنة وهؤلاء سيجيبون لهم هونج كونج كمان من جديد بكلها يعني فحتى ينتبه الشعب ويطلب الشفافية ويطلب المصداقية صح ويطلب الطريق الصحيح حتى لا نقع مرة أخرى وشعب وشعب القنوب القبار لن يقبل صدقني وهذه أحد المفاسد التي ستجيب الويل يعني للحوار الوطني وللتسوية الذي يعني إذا كان يعبثوا بموانئ سيادية زي هذه سؤال أخير الرئيس الوزراء قال أنه مؤتمر المانحين سبعة مارس بماذا تنصح الدول المانحة التي ستقابل السعدي ورئيس الوزراء أولا أن يطلبوا من هذه الحكومة والرئيس الوزراء تقديم تقرير بالذمة المالية إذا كان شخص لا يقدم ولا يحترم قوانين بلده هو ووزراءه هل سيؤتمنوا على على الأموال اليمن وهو يرفض أن يقدم الذمة المالية حتى الآن والغانون يلزم بهذه وفي خلال شهر من تعيينه وأعلن بهذه من مكافحة الفساد عدة مرات ورفض والغانون يقول إذا رفض للمرة الثانية فيعتبر مغال الشخص مستغيل من العمل وذهب إلى أن يرفض أن يطيح به هيئة مكافحة الفساد برغم أنه كان يترعس جلساتها بعد ما أنتهت المده الغانوني حقها طيب أنا أختم معك حتى لا تنطفئ الكهرباء على اليمن لأنك طرحت كلام كبير ومهم مع الحكومة لا أدري يعني بسندوها بيطلعنا في السين المرة الأولى في المقابلة الأولى رد عبر القزيرة الآن ما معه قناة أكبر ولكن يستفيد المواطن وهذا ما احنا مرتاحين لا يستفيد المواطن أولا يفهم كيف تدور الأمور وعندما يكون ناس مباشرة تعاملوا مع رئيس الحكومة أو مع أغطاب من هذه الحكومة أنا أشكرك شكرا جزيلا صالح فريد صليمة نتمنى أن يتاح لنا وقت في قادم الأيام لنطرح هذا مال عام هذا مال البلد ونتمنى أيضا على غرار من لديه معلومات أو في موضوع مسؤول أو دخل في أمر ما مع هذه الحكومة ولديه ما يقوله خدمة وانفعة للشعب اليمني نتمنى أن يتواصل معنا ومرحب به ضيف مرحب به في اليمن وهذا واجب قانوني عن الكل والقانون مكافحة القصاد يحميهم قبل أن أختم زميلة العزيزة المذيعة المعروفة مهى البريهي في القاهرة مريضة وقهنا قبل فتح قبل أيام الدولة لا ندري هل نكتفي فقط بالإعلان أم ننتظر لنقود حملة لهذه المذيعة واجه من وجوه اليمن من أصحاب الرأي وعملت لسنوات في ويقولوني في يقولوني في الكنترول أنه محا أرضية طرح حال البيع حتى تتمكن من نفقات العلاج عموما نحن نعطي الجانب التنفيذي نقول ثلاثة أيام في موضوع فقط مهى البريهي ما لم سنطر هي زميلة بالنسبة لنا وسنقود حملة ولن نهدر وقت طويل سنشاء الله نحل هذا الموضوع إنما نريد أن تكون وزير الإعلام المؤسسة الدولة الرئاسة الحكومة إذا عندها وقت التلفزيون إذا عند المسؤولين وقت كادر أفنى جزء كبير من وقته مذيعة لامعه مهى البريهي وأشكر زميلتي علي عوض أيضا ناقشة طرحت هذا الموضوع في صحافة اليوم شكرا لها وكل الإعلامين الذين يطرحون موضوع مهى البريهي غدا ضيفان العزيزان قاسم لبوزة وهو رئيس فرع المؤتمر